موسيقى السلام عليكم تحية لكم أعزائنا المشاهدين و أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قلات الرافدين ما الخلفية التاريخية و السياسية للمساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني ما تأثير قطاع المساعدات الأمريكية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية ما الأهداف الأمريكية من وراء قطع المساعدات و لماذا قطعت في السنة الأخيرة و في زهرة المدائن تطبيق للهواتف الذكية للتعريف بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مجزرة جنين عام 2002 فتفضلوا بالبقاء معنا صلى الله على من خصى بالإسراء للحرم الأقصى صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيت الأفقن إيدوه فصلوا فيه طاها قد صلى فيه إيدوه فصلوا فيه طاها قد صلى فيه هذا الأقصى نحميه هذا الأقصى نحميه كرمى لرسول الله صلى الله على من خصى بالإسراء للحرم الأقصى صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيد الأفقن أرض رباط وجهادي هذا توصيف الهادي أرض رباط وجهادي هذا توصيف الهادي نادي يا مسلم نادي نادي يا مسلم نادي لبيك رسول الله صلى الله على من خصى بالإسراء للحرم الأقصى صلى الله على من أوصى أهلا بكم بعد طول انتظار وأتكهنات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة بصفقة القرن وذلك بحضور رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين ميتنياهو الذي أكد بدوره أن الخطة تقدم طريقا واقعيا لتحقيق سلام دائم في المنطقة الرئيس الأمريكي ترامب قال في خطابه في البيت الأبيض إننا نخطو خطوة كبيرة باتجاه السلام وإن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله وأضاف في مؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الصهيوني في واشنطن أن صياغة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمة صعبة ومعقدة وأن خطته للسلام مختلفة تماما عن الخطة السابقة وأن رؤيته توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين وسيعمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية طبعا هذا كان آخر التطورات والمسجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهي طبعا خطوة حتمية للعقوبات الأمريكية التي قامت بها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة خاصة في السنتين الأخيرتين اتجاه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من قطع للمعونة والمساعدات الأمريكية التي تركت تداعيات كبيرة سنتحدث عنها وعن الصفقة التي تكلم عنها ترامب ونيتنياهو يوم أمس وعن الموقف الفلسطيني ولماذا تلجأ أو يلجأ الأمريكان إلى قطع المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني أيضا كموضوع رئيس لهذه الحلقة نقاش هنا سيكون مع ضيفين كريمين في الأستوديو الدكتور محمد أبو سعدة الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني مرحبا بك معنا دكتور مرحبا بك حياكم الله وبعد قليل ينضم إلينا مباشرة عبر الأخمار الصناعية الباحث المتخصص في أشؤون الاقتصادية من قطاع غزة الأستاذ ذرائد حلس بعد قليل بكل تأكيد نتابع وإياكم الآن التقرير التالي ثم نعود للنقاش وبقمعنا في الثمانية وأربعين وتسعمائة وألف وبداية معناة لاجئي فلسطين المشتتين في المنطقة والعالم كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المانحين للشعب الفلسطيني عبر قنوات مختلفة ولاعبا سياسيا رئيسيا في المنطقة بدءا بتأسيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى عام تسعة وأربعين والذي تشرد جراء احتلال ثمانين بالمئة من فلسطين وتأسيس ما يسمى بدولة إسرائيل بالإضافة للتمويل الأمريكي للأونروا يعني المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني بدأت عمليا في أراضي السلطة الفلسطينية أو في أراضي المحتلة عام سبع وستين منذ عام سبع وستين يعني تم افتتاح مكتب لوكالة التنمية الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية كانت تنفذ مشاريع مختلفة ليس بالضرورة عن طريق السلطة مباشرة ولكن عن طريق القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي والجامعات والبلديات والنقابات بعد تأسيس السلطة الفلسطينية اعتمدت السلطة بالأساس على المعونات والمساعدات الخارجية ولسيما الأمريكية منها بشكل كبير فلم يكن الدعم الأمريكي مجانيا يوما ما حيث عملت جاهدة لتقليم أظافر القضية الفلسطينية وفق ما يخدم مصلحتها وتطوير المساعدات الأمريكية في السنوات ما بعد الانقسام الفلسطيني لتشمل مختلف مجالات الحوكمة والأمن والإغاثة الطارئة والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية كانت ترتبط دائما بالسياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية حيث يرى المحللون السياسيون والخبراء أن الهجوم على الأنروا هو جزء من هجوم واسع النطاق على المطالب السياسية للشعب الفلسطيني الأسباب الفعلية لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في عملية ابتزاز سياسي للتنازل الكامل عن أي تآفاق مستقبلية لدولة فلسطينية ولهذا هو يمارس ابتزازا سياسيا بأساليب اقتصادية حتى تنسى السلطة الفلسطينية أي حديث عن دولة أيا كانت هذه الدولة ومهما كانت المباررات التي تتمسك بها الإدارة الأمريكية لتفسير قرارها الجائر إلا أنها لا تنكر بأن قرار قطع المساعدات يعتبر بمثابة عقاب جمعي لكل الشعب الفلسطيني أو من قبيل توجيه رد أمريكي سياسي ومالي على رفض القيادة الفلسطينية لانصيع لتوجيهات إدارة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وموقفها من القدس واللاجئين وانحيازها المطلق لسياسة الاحتلال الاستيطانية كما يعتبر القرار تراجعا استراتيجيا في الرؤية الأمريكية المعتمدة منذ عقود حول مسؤولياتها الدولية ودورها كراع لعملية السلام في الشرق الأوسط بالتحديد أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين قطع المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني التداعيات وخيارات المواجهة هذا الموضوع الرئيس بالتأكيد ونناقش من خلالي أيضا الصفقة التي أعلن عنها يوم أمس أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ذلك أرحب بضيفي من قطاع غزة عبر الأقمار مباشرة الأستاذ رائد حلس الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية مرحبا بك معنا سيد رائد أهلا بك أستاذي حياكم الله اسمح لي أبدأ مع ضيفي في الأستوديو دكتور محمد كيف تقيم ما أولينا عنه أمس والمواقف التي صاحبت ذلك الإعلان حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الحقيقة ما تناوله الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس عند حديثه عن صفقة القرن أنا برأيي لا جديدة فيها وإنما ما ذكر هي عبارة عن أشياء قد تم تسريبها في أكثر من مرة وقد تم التطرق عليها عبر قيادات فلسطينية وكذلك صاهيونية في أكثر من موضع بمعنى في 2018 في يناية التحديد 2018 كان هناك تصريحاً لأحمد مجدلاني عضل رجل التنفيذي وتطرق إلى الخارطة السياسية لفلسطين المستقبلية أعتقد لم تختلف كثيراً وإنما تقريباً 70 إلى 80% ما ذكره ترامب قد ذكره أحمد مجدلاني بالإضافة ما ذكره أيوب قرع وزير بلا حقيبة في الحكومة الصاهيونية أيضاً تطرق بأن ما يتم رسمه لم يختلف عن ما جاء به ترامب في 2017 تقريباً في إبريل 2017 صحيفة إسرائيل اليوم أيضاً تطرقت إلى هذه النقطة عندما قالت بأن فلسطين الجديدة تشمل قطاع غزة الموسعة مع بعض المناطق داخل الضفة الغربية وأنا كباحث يعني ربما بسيط أعتبر نفسي أعدت ثلاث دراسات في هذا المجال والثلاث دراسات تطرقت بأنه ستكون على حساب غزة الموسعة بالإضافة إلى 39% من مساحة الضفة الغربية على اعتبار بأن الضفة الغربية لديها بعد أمني مهم بالنسبة للرؤية الصاهيونية الأملكية في هذه المسألة فبالتالي لا جديد فيما تم تناوله في هذا الجانب النقطة الثانية أنه برأيي أنه سبقة القرن لن تستهدف فلسطين فحسب وإنما المنطقة العربية كافر بما تكون الاستهدف يشمل كافر الدول العربية بمعنى أنه عملية تشبيه تصريح ترامب وعد بالفور أعتقد بأنه غير جدير وغير صائب وإنما أنه هو أقرب لمخطط سايكس بيكو بمعنى أنه هذا المخطط سيطال بعد ذلك الأردن وسوريا ولبنان وحتى مصر لن تسلم حقيقة من هذه الصفقة بهذا التقسيم الجغرافي تقصد؟ بهذا التقسيم الجغرافي أقصد أنه ما تم تناوله مؤخرا هو عبارة عن جزء يسير من صفقة القرن وأن صفقة القرن بها الكثير الذي لا زال في طي الكتمان وأن الأيام القادمة سيتم إظهارها وربما مسافة الأربع سنوات التي منحها ترامب في هذه المسألة الهدف منها عملية إيصال هذه الصفقة إلى الشعوب العربية تدريجيا حتى تم استيعابها بهذا الخصوص برأيي أن صفقة القرن حتى أختم هذه في مسألة تقييمها لم تكن مفاجئة ولم تكن جديدة والقيادات الفلسطينية والعربية تعلم أكثر من 80% من مضمون صفقة القرن وما سؤال عنه حتى في اليوم القادمة أضف إلى ذلك أن هذه الصفقة تهدف إلى إيجاد إسرائيل وحيدة كقوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وجاءت بلدى التوقيت لعدة أسباب أهمها أن فرامب ونتنياهو يبحثان إلى صناعة ما يسمى نصرا وهميا من الممكن أن يعزز فرصهم في الانتخابات القادمة سواء في مارس في إسرائيل وخاصة أنهم يواجهان تهما بالفساد وغيرها وبالمناسبة ما تفضلت بي يدعمه كلام الدكتور صابع ريقات الذي قال عبر الإعلام أنه رأى هذه الخطة أو تفاصيل هذه الخطة من الجانب الإسرائيل ورضت عليه في عام 2011 عام 2012 تقريبا بشكل دقيق مفصل بهذا الشكل دعني أتوجه لضيفي من غزة أستاذ رائد نحن نتكلم الآن بالأساس عن قطع المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني التي سبقت الإعلان عن هذه الخطة وعلى ما يبدو كما تعرفون أن قطع المساعدات كانت جزءا من الضغط ولا يقابل جماعة على الشعب الفلسطيني حتى يقبل بهذه الصفقة ويتعاطى معها لكن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية رفضت ذلك بشكل واضح ومعلن سواء السلطة الفلسطينية أو الحركات الوطنية الموجودة في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس السؤال الآن عن القيمة الاقتصادية لهذه الصفقة وما أعلن عنه هذا رقم سمعناه قبل ذلك كثيرا وهو لا أعرف كيف سيحسب وكيف سيصرف على حساب من على كل الأحوال أريد أن أسمع رؤيتك الاقتصادية لهذا الموضوع أولا كل التحية لك أستاذي الكريم وضيفك العزيز دكتور محمد أبو سادة بالتأكيد قطع المساعدات الأمريكية هي تندرج في صياق ما بات يعرف صفقة القارن والتي أعلن عنها في واشنطن أمس من قبل رئيس ترامب وهي أيضا تندرج في صياق السلام الاقتصادي الذي تروج له الولايات المتحدة الأمريكية وهو ليس فكرة أمريكية في الأساس بل هي فكرة إسرائيلية قديمة تم الترويج إليها عام 1993 من قبل وزير الخارجية الإسرائيل السابق شمعون بيريس في كتابه مشروع شرق الأوسط الجديد قطع المساعدات الأمريكية له مخاضر على الاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني نمى وتشكل في ظل مجموعة من التحديات والمخاضر أحد هذه التحديات والمخاضر هو اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية بمعنى أن الحكومة الفلسطينية تمول برامجها التنموية والخطط التنموية من مصدرين المصدر الأساس هو المساعدات الخارجية والمصدر الثاني إرادات المقاصة وكل المصدرين سواء كان الإرادات المقاصة أو المساعدات الخارجية هي أحد أوراق الضغط التي تمارس ضد الاقتصاد الفلسطيني وضد السلطة الوضنية الفلسطينية وبالتالي قراءة الاقتصادية مهما بلغت قيمة المساعدات فإن قطعها صحيح أنه يمس الاقتصاد الفلسطيني ويؤثر على أداء الحكومي ولكن الفائدة المرجوة من المساعدات هي أصلا قلت أهميتها من خلال الضغط السياسي خاصة أن المساعدات بدأت تستخدم كوارغ ضغط سياسي ضد القيادة الفلسطينية لإجبارها بالقبول بقضايا تمس المصالح العليا للشعب الفلسطيني مثل قضية القدس ودعم اللاجئين دعم الاستيطان ومصير اللاجئين فبالتالي قضى المساعدات الأمريكية لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد الفلسطيني برغم من أهميته في تنمية أو في عفع أداء الحكومي للاقتصاد الفلسطيني سنتحدث عن التأثير أستاذ رائد التكلفة الاقتصادية للمساعدات هي إن سمحت لي كيف سيواجه الشعب الفلسطيني قطع هذه المساعدات ويتعاطى أو يتعامل مع الواقع الجديد الذي قد يكون واقعا اقتصاديا صعبا خلال الفترة القريبة القادمة دعنا نتحول لضيفة في الأستوديو الدكتور محمد التفاصيل التي أعلن عنها في الحقيقة تفاصيل لافتة سواء جغرافيا حالة الوطن الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية المقترحة من ناحية الجغرافية حتى أن بعض المتخصصين كبروا قليلا خالطت الضفة الغربية فرأينا أمرا مفزعا في الحقيقة دولة مقطعة مجزأة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتفاصيل أخرى طبعا نريد أن نتحدث فيها بشكل أكبر كباحث متخصص في هذا الموضوع كيف تبعت هذه التفاصيل ولماذا فكر الاحتلال بهذه الطريقة والأمريكان وعرضوا علينا هذا الشيء وهناك بعض الدول العربية وفقت وقالت أنه أمر قابل للنقاش والمفاوضات عليه نعم في البداية لماذا وصلني إلى هذا الحد برأيي هناك حالة من العجز لدى القيادة الفلسطينية في معرفة الرؤية والاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ السياسة طويلة الأمد وطويلة الأمد سواء منذ تأسيس اليوناروة كموضوع مستقل إضافة إلى ذلك في مسئة الانفوضات الفلسطينية الإسرائيلية ودورها في الرعاية في ذلك لذلك أنا أرى بأن وجود قيادة فلسطيني بإحجم صاحب عرقات لمدة 30 سنة ككبير مفاوضين هذه ليس مؤشرة على أن وجود قيادة فذة في هذا المجال بقدر ما هو نجاح الاستراتيجية الأمريكية في كسب مزيد من الوقت في مسئة المفاوضات وهذا تعزيزا للرؤية والاستراتيجية الأمريكية في هذه المسألة وبالتالي هنا استراتيجية أمريكية واضحة في هذه المسألة أن تأتي مع القرية فلسطينية التدريجية هذا جانب بالجانب الثاني تزامن هذا الأمر أيضا مع الحراكة الإسرائيلية على الأرض بمعنى أن الخريطة الجغرافية التي نراها الآن في الضفة الغربية ليست غريبة هي الخريطة الجغرافية الحالية لو قمنا برسمها نحن كفلسطينيين هي الخريطة الجغرافية الواقعية الآن ولتم قدم ووضع هذه الحلود الأمنية في الضفة الغربية تحت عينين أو تحت إشراف الصوت التي عطيها الفلسطينية في هذه المرة يريد أن نقبل أن تكون هذه دولتنا يعني نعم وانا شوف أخي الشرقية الثالثة أن الشعب الفلسطيني الأسف القيادة الفلسطينية لم تنجح لم تنجح أن تقدم نفسها قيادة مسؤولة على قضية بحجم القضية الفلسطينية ربما هذه القيادة الفلسطينية حالية هي أكثر القيادات الفلسطينية عجزا وفشلا في إضاءة المشهد الفلسطيني بمعنى أنه لو أنا بأتأمل وضع الآن في الضفة الغربية القيادة الفلسطينية لا تستطيع التنقب من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة من ضابط صهيوني في نابلس أو في جنين أو هكذا بمعنى أنه هناك إشكالية في النظام السياسي الفلسطيني هذه الإشكالية تم تعزيزها بعد حدوث النقسام الفلسطيني الداخلي وبالتالي رأت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبعض الدول المؤيدة لها بأن ذلك يدعم في رؤية اللي هو فرض أمر واقع جديد على القيادة الفلسطينية الضعيفة وأن الدول العربية للأسف التي تعاني من أزمات ما بعد ما تسمى ثورات الربيع العربي ترى بنفسها الآن بحاجة إلى دعم سواء اقتصادي مالي بمعنى أن الخمسين مليار دولار سيكون للدول العربية وليس للفلسطين نصيف في التمويل ونصيف الحصوب المناسبة هذا الجانب الأمر الثاني أن القيادة العربية حالياً مأزومة وتبحث عن دعم دولة حقيقي خارجي وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إقليمية قوية وبالتحديد كدولة كإسرائيل وبهذا الأمر يرسخ وجودها كقوة وقال نظام سياسي حاكم في الدول العربية وهذه العوامل الثلاثة تؤدي إلى فرض الخارطة الجماعية وننتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة ربما من زبقة القرن نعم وننتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة لأن هناك الحديث قبل ست سنوات عن منطقة حرة ما بين قطاع غزة ومصر وهذه من المتواقع أن تكون المنفع الاقتصادية التبادلية بين مصر وقطاع غزة تصل إلى تسعة مليار دولار وأعتقد هذا مبلغ سنوياً وأعتقد هذا المبلغ أو هذا الرقم مهم جداً في ظل الوضع الاقتصادي المصري الحالي نعم الوضع الاقتصادي هو يعني جزء لا يتجزأ من هذه الخطة والاقتصاد جزء أيضاً من عملية السلام والتسوية التي تعرفها أستاذ رائد وهناك مصطلح السلام الاقتصادي كما تعرفون الاقتصاد حاضر بقوة سواء في الصفقة أو فيما قبل الصفقة أو فيما بعد الصفقة كيف تقيم حضور الاقتصاد في هذا الموضوع والأرقام التي نسمع عنها هل هي أرقام حقيقية؟ هل ستذهب لصالح الشعب الفلسطيني؟ هل ستكون ستفرض فرضاً على الشعب الفلسطيني أن يقبل بدولة بهذه الأموال؟ أم ماذا سيكون بالضبط؟ بالتأكيد الاقتصاد حاضر بقوة في الصفقة الصفقة تضمنت 181 صفحة 55 صفحة هي للشق السياسي و 126 صفحة هي الشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي الخطة الأمريكية التي طرحها كوشنير في ورشة البحرين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو 2019 الخطة الاقتصادية التي تم ضرحها في البحرين تم رفضها فلسطينياً وكان هناك إجماع من قبل القيادة الفلسطينية وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني وحتى رجال العمال الخطة مرفوضة لأنها مست بمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتم مقاضعتها من الدول العربية والمقاضعة دولية ما تم ضرحه في الخطة هو 50 مليار دولار تمويل لمشاريع اقتصادية تقريباً 213 مشروع منها 181 مشروع في الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولنا حقوق ثابتة ومشروعة لا يمكن التنازل عنها ما لو عيت هذه المشروع التي يتكلمون عنها في هذه الخطة؟ تم ضرح في الخطة ثلاث مبادرات المبادرة الأولى عبارة عن هي مبادرة لدعم إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني ومشاريع ملكية فكرية وقضاء خاص وبنية تحتية في مجالات متعددة والمبادرة الثانية هي لدعم الإمكانيات البشرية والمبادرة الثالثة لتعزيز الحكم الرشيد المشاريع كبيرة وعميقة ولكن تنفيذ على أرض الواقع يحتاج إلى طرف فلسطيني يقبل بالصفقة ولكن للأسف لا يوجد أي طرف فلسطيني يقبل بهذه الصفقة التي طرحت في وعشة البحرين وحتى ما أكد عليه ترامب في واشنطن بالأمس نعم التطرف دكتور محمد التطرف الأمريكي في هذه الأيام باتجاه دعم الاحتلال الصهيوني إلى أبعد حد ومعادات الشعب الفلسطيني إلى أبعد حد في نفس الوقت هو كما قال بعض المراقبين جزء من التطرف الذي عانت منه القيادة الفلسطينية كما تفضلتم قبل قليل في قبولها أساسا باتفاقية أوسلو يعني أبو إياد رحمة الله عليه أبو إياد خلف كان يقول من هذا المجنون الذي يلقي السلاحه ويذهب للمفاوضات وعندما وقعت أوسلو قال جزء من الشعب الفلسطيني جزء كبير بلا شك ومن حركة فتحه من هذا المجنون الذي سيذهب ويقبل بهذه الاتفاقية والآن سنقول أو نقول بعضهم يقول من هذا المجنون الذي يمكن أن يقبل بهذه الصفقة وفي الواقع أننا في وضع لا نحسد عليه ويمكن أن يحصل مفاجآت من الأسف الشديد أخي الفاضي مسألة التطرف الأمريكي هو التطرف موجود منذ إنشاء ما تسمى دوت إسرائيل وإنما ظهورها إلى العالم لماذا وضعنا كل بيض الفلسطيني في السلاح الأمريكي؟ نعم وأنا سأتيك بهذا الأمر ومسألة ظهور التطرف على الآن هو يأتي نتيجة السياسة العنجهية التي تبنىها ترامب وإضافة إلى ذلك العقلية التجارية التي يتحرك من خلالها ترامب بعيدا عن الدبلوناسية وبالتالي أصبحت ربما الشكل الأمريكي في المنطقة أكثر وضوحا وإنما الاستراتيجية الأمريكية ثابتة سواء بترامب أو مما سبق ترامب لو تبعنا الأمر في مسألة السلطة العطنية الفلسطينية السلطة العطنية الفلسطينية في الحقيقة تأست على ركزتين ركزة بأن لها دورا أمنيا والركزة الثانية هي عبارة عن متلقي لمساعدة مالية وبالتالي هي لم تكن نوالي بناء دولة والدليل لا نستطيع أن نفكر الآن أي مظهر مظاهر سيادة لتشكيل دولة أو تسيس دولة بمعنى إحنا ما نجحنا بإقامة أي شكل من أشكال بناء اقتصاد حقيقي وهذا الأمر ربما قد يكون من داخل فحوة اتفاق أوسلو اللي رعته أي ولايات الأمريكية وبالتالي إحنا نتكلم الآن على مسألة الدول الأمريكي الدول الأمريكي كان واضحا في اتفاقية أوسلو ونحن قبلنا بذلك الأمر السبقة القرن أنا برأيي ليست قيمة مضافة أو بها جديد عما جاء بأسلو أو عما جاء باتفاقات عباس بيلين أو عما ذكره جورا عالم في 82 هي عبارة عن طبخة مشتركة زاوجت بين هذه الأمور وخرجت للينا بهذا الشكل بمعنى أن السلطة الرطين الفلسطينية لم تكن تسيطر يوم من الأيام على الضفة الغربية لا مناطق ألف ولا باء ولا جيم وبالتالي ما الجديد؟ الجديد أنه تم ترسيخ هذا الأمر المناطق التي لا تسيطر على السلطة لن تسيطر على السلطة باقتصار هذا أمنياً اقتصابياً كذلك أنه الولايات المتحدة الأمريكية تبقي على هذا الأمر بشكل واضح مسألة التطرف برأيي أن هناك تطرف يميني حتى في أوروبا ليس في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها باتجاه إسرائيل بالإضافة أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير باختراق المنظومة العربية في مسألة التطبيع وهذا الأمر جعل الشهية الأمريكية الغربية في تعزيز وترسيخ إسرائيل ككيان في المنطقة بشكل أقوى ودافع أكبر ماذا عن الموقف الفلسطيني؟ كيف تقيمه؟ لا شوف أخي مسألة الموقف الفلسطيني أنا برأيي شغل واحدة أنه الصمت الفلسطيني والعربي والإسلامي يصنف من باب الخيانة والتصريحات الفلسطينية والعربية والإسلامية تصنف من باب العجز وأن الأمر لا يحتاج فن الموقف بقدر ما يحتاج إلى فن الممكن الآن الفلسطينيين حتى هذه اللحظة أنا برأيي لم نقم بأي خطوة حقيقية عملية من أجل مواجهة هذا الأمر وخصوصا أن ما جاء بصبقة القرن ليس جديدا وإنما معلوم لدى كافة القيادة الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية ماذا يقصد سيد أبو مازل عندما يقول سننظر في الدورة الوظيفة للسلطة في ضوء القرارات التي اتخذت في اللجنة المركزية والمجلس الدورة؟ أنا أتمنى أن يكون السيد الرئيس جادا هذه المرة لأن هذا التصريح ليس الأول ولا الأخير في هذه المسألة والرئيس هدى بحل السلطة الوطنية الفلسطينية في أكثر مرة وأنا أقول إذا كان الرئيس محمود عباس جادا بهذه المسألة عليه أولا أن يقوم بتوحيد كافة الجهود الفلسطينية ليست فقط هذه الانقسام وإنما الجهود الفلسطينية في الداخل والخارج والاستفادة من الخبرات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني وخارج الفلسطيني وعليه أن يلجأ إلى غزة على اعتبارها بأنها وقود الطوى الفلسطينية وأن يطلق الأعنان لأهلنا في الضفة الغربية من أجل التحارك بشكل حقيقي بمعنى أنا أخشى ما أخشى أن تلجأ القيادة الفلسطينية الحالية الضعيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنفيذ عن رغبات الشعب الفلسطيني بمظاهر هنا ومظاهرة هناك بدون شراءات حقيقية مؤثرة باتجاه قدس القضية التاريخ الآن يكتب إما أن يلعن التاريخ هذه القيادة الفلسطينية وإما أن ينصفها وبالتالي هم الآن أمام حق حقيقي واكب جدا سأسألك في السؤال القادم هل ممكن أن تطبق أو تنفذ الصفقة تفرض فرضا على الشعب الفلسطيني بعد أن أذهب للأستاذ رائد من قطاع غزة ما تأثير قطاع المساعدات الأمريكية في الفترة السابقة شاهدنا أو لاحظنا أن السلطة الفلسطينية تأثرت بشكل كبير ماليا وأن هناك عجزة كبيرة حصلة وإنعكسة على قطاعات الشعب الفلسطيني سواء الموظفين أو المصرفات الوزارات وغيرها وعلى ما يبدو أن هذا سيستمر في الفترة القريبة المساعدات الأمريكية وكذلك بعض المساعدات الأخرى التي تستطيع أمريكا أن تؤثر عليها أستاذ رائد تسمعوني يبدو أن سيد رائد لا يسمعوني طيب نعود إليه مرة أخرى بعد قليل دكتور محمد كنت قد تسألت هل يمكن أن تفرض الصفقة فرضا على الشعب الفلسطيني قبل أم لم يقبل نعم أخي الشعب الفلسطيني ليس لوحده إمكانية مجاح صفقة القرن مرتبط برأيي بأربعة مقاطع النقطة الأولى الخطوات الجدية للقيادة الفلسطينية الحالية ومدى جديتها في مواجهة هذه الصفقة وهل حماس جادة في مواجهة هذه الصفقة أن ترى بأن غزة الموسعة التي سيط على حركة حماس هي عبارة عن جزء من هذه الدولة وبالتالي فرص حماس بعد أن تكون هي الحاكم الفعلي لفلسطيني المستقبلية أمر مهم عند خلاف حماس ننتظر ونرتقل هذا الأمر لدى القيادة بالنسبة للقيادة في رمالله هل القيادة في رمالله ستتخذ خطوات إجرائية من أجل تنظيف السلطة الوطنية الفلسطينية من الداخل من كل طامع وفاة ست السلطة وبالتالي مواجهة هذا الأمر لأنه عشان تواجه هذه الصفقة أنت بحاجة إلى رجل بحجم روان برغوتي أنت بحاجة إلى رجل بطورة راضي الكرمي هذه الأدوات لا تستطيع أن تواجه صفقة القرن ولكن القيادة الفلسطينية حالية في الطفقة الغربية أنا برأيي حاليا لا تستطيع أن تواجه هذه الصفقة النقطة الثالثة النقطة الثانية الموقف العربي بعد الربيع العربي أرى بأن هناك أنظمة عربية تخشى على بقائها في الحكم وهناك معارضة ترغب بوصول الحكم بأي طريقة وبالتالي كل من الطرفين يتحرك باتجاه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع التعزيز ما كانت في الحكم وبالتالي هذه كارثة ربما تشغلنا بقضايا وهمية وسمى قضايا السورية والقضايا المصرية وهذه القضايا أنا برأيي قضايا في النهاية تهدف إلى تصفيد الخضية الفلسطينية وهي قضايا غير حقية وهمية الأمر الثالث الحالة التي تعاني منها الأمة الإسلامية أنا أعتقد أننا في حالة سيئة جدا إسلاميا وأقول في ذلك بأن باكستان لديه إشكاليات مع الهند ماليزا لديه إشكاليات من المد والجزر في مأس التنافض في ماليزا إشكاليات كبيرة جدا أما بالنسبة لرسالتي للشعب الفلسطيني وأنا أقولها آسفا لأهلي في غزة بأن التحدي كبير الثمن الذي دفعه أهل فلسطين وأهل غزة من أجل إيجاد مقاومة فلسطينية بهذا الحجم وبهذه القوة على مدار أكثر من 13 سنة حصار أنا برأيي أن الشعب الفلسطيني عليه أن يتحمل أضعافا مضاعفة عما تحمل من أجل القدس وفلسطين التاريخية وهذه مسؤولية كبيرة ربما الآن مواطن في غزة يقول بأن الدكتور محمد يقصوا علينا بهذه الكلمات وأقول لهم بأنه لا توجد دولة تحت الاحتلال وتعيش بنعيم نعم بلا شك طبعا وهذا كلام يفترض أن يكون كل الشاب الفلسطيني في الداخل والخارج مشارك في تحرير فلسطين وفي التطحية من أجل ذلك والسدراء تسمعوني جيدا الآن صحيح كنت قد تسألت قبل قليل عن أثر انقطاع تلك المساعدات في الفترة السابقة أو في الفترة اللاحقة حيث من المتوقع أن تقطع المساعدات وأن تعيش السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ظروف اقتصادية صعبة ما أثر ذلك على الشعب الفلسطيني هي لم يتم قضاها تم قضاها في 2018 و2019 المساعدات الأمريكية تم قضاها بالكامل في العامين السابقين سواء على صعيد الدعم الموجه للحكومة الفلسطينية والموجه بالتحديد لدعم الموازنة وكذلك الدعم الموجه للأنور وحيث تم قضا 300 مليون دولار من أصل 350 مليون دولار فبالتالي الولايات المتحدة بدأت فعليا بقضا المساعدات الأمريكية تدعيات قضا هذه المساعدات على القضاعات الاقتصادية بشكل عام على صعيد الحكومة الموازنة الحكومية العامة تعاني من عجز في الموازنة العامة فبالتالي سوف تتأثر قليلا بقضا هذه المساعدات الحكومة الفلسطينية لجأت إلى عدة بدائل لتوفير المساعدات التي تم قضاها من قبل الولايات المتحدة تم التوجه إلى جامعة الدول العربية وطلب من الدول العربية الالتزام بشبكة الأمان العربية لدعم الموازنة ودعم الاقتصاد الفلسطيني كان هناك استجابة من بعض الدول العربية لطلبات الحكومة الفلسطينية وبعض الدول استجابت بالفعل وقدمت مساعدات بديلة على سهل مملكة العربية السعودية كما توجهت الحكومة إلى الاقتراض من القضاع المصرفي نعم لتوفير بدائل لهذه المساعدات نعم إذن هناك عدة محاولات من أجل ذلك أستاذ رائد تتوقع أن استمرار انقطاع المساعدات الأمريكية لن يؤثر كثيرا على اقتصاد الفلسطيني هكذا تتوقع؟ من المتوقع أن تشتد الأزمة المالية على الصلة ويتم تشديد الخناق على الصلة الوضنية الفلسطينية لا سيما أن الولايات المتحدة لها تأثير على الدول العربية وعلى دول العالم حيث هدد بالفعل ترامب الدول التي تقدم مساعدات إلى الدول العربية من الممكن أن تستجيب هذه الدول للتهديدات وأن تحجم عن دفع المساعدات للشعب الفلسطيني وحتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس في خضابه أشار إلى أن هناك أيام صعبة تنتظر الأراضي الفلسطينية وأن بات في حكم المؤكد أننا نعيش مرحلة صمود ومرحلة تحرر فبالتالي لا بد من تبني استراتيجية تستند بالأساس على مقاومة الصمود في وجه الغطرس الأمريكية من خلال تبني استراتيجية لتعزيز القدرات الزاتية ومن الممكن أيضا أن تلجأ الصلة الوضنية وهو خيار يعد استراتيجية التوجه نحو إصدار سندات دين حكومية وأن تضرحها للاستثمار لتوفير بدائل تكون أفضل من الاقتراض من القضاء المصرفي أشكرك جزيلا أستاذ رائد حلس الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من قطاع غزة شكرا لك دكتور محمد ألم يأن الوقت لوحدة فلسطينية حقيقية يعني نحن قبل أن نطلب من العرب ومن المسلمين أن يقفوا معنا لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والصهيوني والصلف وهم كما تعرف مجهولون أنت تكلمت في كلام مهم قبل قليل أنه هناك قضايا يعني ينشغلون بها صحيح أنها ليست قضايا بأهمية القضية الفلسطينية لكن هي تأخذ انشغال واهتمام كبير من كافة الأطراف نحن نطلب من الناس أن يقفوا معنا أن يساعدونا ونحن لم نتوحد ينتخيل أننا نواجه هذا الواقع المأساوي ببلدين في قطاع غزة حكومة وفي الضفة الغربية حكومة وهنا دولة يعني هذا كلام غير معقول للأسف هذا كلام غير معقول لأن مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية هذا أمر ربما يعتبر ألفة لأي حركة تحرر تريد أن تقاوم احتلال وبالتالي مسألة انحراف البوصة الفلسطينية في القسام الفلسطيني أعتبر بأنه من الأخطاء التاريخية التي ترتكبت في التاريخ المعاصر وبحق شعب قدم وضحب بهذه الطريقة الشعب الفلسطيني لذلك أنا أرى بأن القيادة الفلسطينية عليها مراجعة نفسها ليست مراجعة عادية وإنما هي بحاجة إلى أن تعاقب نفسها كيف أجرمت بحق قضية بهذا الوزن وبحق شعب بهذه التضحيات وأوصرته إلى ما أوصرته إليه مسألة الوحدة الوطنية أنا برأيي بأن المعيار الحقيقي لفتى وحماس الآن مرتبط بالتنازل من أجل فلسطين وعلى اعتبار بأن فلسطين أكبر من الجميع وأن الوطن يجمعنا ويتسع للجميع وبالتالي الحزبية الضيقة يجب التخلص منها وبرأيي أنه إذا لم تنجح فتى وحماس بالتوحد بعد هذه المخاطر المظلمة باتجاه القضية الفلسطينية أعتقد بأن الشعب الفلسطيني وجب عليه اتخاذ موقفاً حقيقياً صارماً اتجاه هذه القيادة على الاعتبار بأن القيادة الفلسطيني الحقيقية الحالية هي عبارة عن جزء من المشكلة لا جزء من الحل ويجي مواجهته في خطاب نيتنياهو كان واضحاً أن هناك بنداً أو اهتماماً خاصاً بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتكلم بشكل خاص عن سلاح حركة حماس والبعض قال أن المشكلة التي حصلت مع الضفة الغربية أنه لا يوجد بها سلاح تدافع به عن نفسها في مثل هذه الظروف وسلاح قطاع غزة الآن هو سلاح مهدد بالإزالة أو مهدد بالقضاء عليه إلى آخره ربما تكشف الشهور القادمة عن مخططات بهذا الاتجاه أو حروب ما أهمية وجود مقاومة مسلحة وكيف تتعامل مع هذا الواقع؟ أولاً أنا برأيي مسألة أن الضفة الغربية لا يوجد بها سلاح أعتقد نوعية السلاح حتى وإن كان بسيطاً في الضفة الغربية سيكون له عظيم الأثر ربما أخطى مقطع غزة حتى لو كان حجارة نعم حتى لو كان حجارة على اعتبار بأن العامل الجغرافي والتواصل الديمغرافي بين الطرفين أكثر سهولة في عملية الإلام العدو بهذه المسألة فأقصد أنه الضفة الغربية لا أعتقد كل مواطن في الضفة الغربية لديه القدرة الكاملة بتحقيق نتائج إيجابية إذا أراد أن يقاوم العدو الصحيوني في الضفة الغربية مسألة قطاع غزة قطاع غزة السلاح لم يصل إلى مرحلة السلاح ليس ملك الله حماس نعم والسلاح ليس ملك الجد الإسلامي السلاح قد دفع مقابله دواء وعلاج وحصار وأيام صعبة على التقطاع غزة حتى وصلنا إلى مرحلة أن تكون المقاومة الفلسطينية بهذه القوة بهذه العزة ما أقصد أن المقاومة الفلسطينية الآن هي نفسها في اختبار حقيقي وأن عليها أن تقول لشعب فلسطيني شكرا لكم وأن السلاح الذي دفعت المقابل وفلدات أكبادكم الآن لديه قدرة على أن يحافظ على فلسطين كل فلسطين وهذا الشعار الذي جاءت به المقاومة الفلسطينية دعنا نختم بهذا الكلام الجميل أشكرك جزيلا وأنا أزف للمقاطعة ضاق علينا الوقت بهذه الإجابات الشافية والكافية دكتور محمد أبو سعدة باحث متخصص بشأن الفلسطين شكرا جزيلا لك أنتقل بكم إلى زهرة المدائن وفي هذا اليوم أحضرنا لكم تقريرا حول تطبيق للهواتف الذكية أعده أحد المهتمين بهذا المجال ليستدل به السياح في البلد القديمة على معالمها فإلى هناك زهرة في الجدار الشمالي للسور المدينة إلى الشرق من باب العمود وسهرة عن المكان المنمصد الفسيح وقد حرفت بالعامية فأصبحت زهرة حجم هذا الباب صغيرة بسمية فهو موجود داخل بوريش لكن تاريخا ذابت إلى زمن السلطان العرماني سليمه مهقانوني عام 1538 ونسيج باب مكوان فتحة مدخل تطبيق الجولة القدس الافتراضية هي فكرة التي نروي عن مدينة القدس من خلال رواية العربية الفلسطينية الحقيقية طبعا بعدة طرق ونحن المواجدة عندنا الواجهة الرئاسية في التطبيق اللي هي موجودة عنا في عنا عدة طرق لعرض المعلومة لعنا المسارات لعنا الماب لعنا الموقع القريبة لعنا الكاميرا مثلا منشوف الموقع القريبة بتطلع لنا ايش عنا موقع حوالينا يعني عنا باب الزاهرة موجود عنا إذا رح نيك بلGs نلاق باب العمود نجرب مثلا باب الزاهرة بفتح لنا مع علمات عنه بقدر أنه أخذ مور عنه بفتح لنا باب الزير الموجود عنه بنفع نسمع صوت وبنفع نشوف فيديو إلو وبنفع نقرأ نص كمان باب الأصباط باب الأصباط هو الباب الوحيد المفتوح في الجدار الشرقي للبلدة القديمة لمدينة القدس منذ تأسيسه وحتى اليوم يعرف أيضا بباب ستنا مريم وباب القديس أصطفان وباب الأسود حاليا في عنا تقريبا 150 موقع موجودة داخل التطبيق في عنا أبواب القدس الأسبل القباب الزوايا الكنائس المساجد كمان في موقع تاريخي مختلف الخريطة بضل ماشي معك بطول الطريق مثلا بلاش نحن برجل لقلق عباب الأصباط فالطريق الغرية راح تكون والخريط بيمشي معك كيف بالزبط تتحرك يعني بيحكي لك التجاه بخطوة يعني الاحتلال بيحاول بشطة طرق أنه يزيف المعلومات أو نحكي بهول المعلومات من خلال تغيير المعالم أو تغيير أسماء المعالم من خلال المناهج من خلال التكنولوجيا فكان هذا الرد فعل طبيعي لنا أنه إحنا نطلع بفكرة التطبيق المشروع اشتغلنا تقريبا سنة ونص كان من خلال دعم الـ UNDP كان في عدة موظفين بيشتغلوا أو قائمين عليه من خلال المنصق من خلال المصور كمان حتى الرواية رواية بحذاتها اشتغلنا عليها مجموع باحثين يشتغلوا على المادة بتدقيقها نحويا بالإضافة لترجمة المادة لعدة لغات يعني بحكينا هنا عن برج اللقلق من خلال الصوت ومن خلال تكست وفيديو وكمان صورة 360 درجة يعني عنا عدة محطات من دائما باب الزهرة لبرج اللقلق لباب الإصباط وباب الإصباط بودين على باب النبي داود برج اللقلق إحنا حاليا هو أحد القلاع الموجودة أو الأبراج نحكي الموجودة في نجاة لوتس يعني فكرة التطبيق بالنهاية يخدم للسياحة المقدسية أكيد من خلال أنه أي حدا بيحب يتجول في المدينة بيقدر بس يحط سماعات ويشبك تلفون ويمشي المسار كامل ما علي تلفون الحال بصير يحكي وبيلف محطة لمحطة أو من مصار لمصار ما في مشكلة فهو بيغنيك عن مرشد فعليا بالإضافة لأنه بتأخذ الرواية الحقية لمدينة الأدس وإلى ذاكرة فلسطين وهذه المرة عن مجزرة جينين التي وقعت عام 2002 فإلى هناك في الوقت الذي شن فيه شارون حربا لا هوادة فيها على الفلسطينيين قام هؤلاء بالرد على الإرهاب الإسرائيلي بالعمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر مذبحة جينين عام 2002 مذبحة جينين بابات والآليات صوب المخيم وطوقته من جميع الجهاد مدعومة بالطائرات المروحية فضلا عن مئات الجنود المشات الذين كانوا يتهيأون لمعركة مع رجالات المخيم بدأ المحتلون باستهداف كل ما يتحرك على الأرض وتمركز قناصتهم على أسطح المنازل وحتى في دور العبادة حيث توغلت الآليات العسكرية تواصد المنازل وهدمتها على رؤوس أصحابها وتدخل الطائرات الاحتلال لدك المخيم موسيقى جوبهت قوات الاحتلال بمقاومة عنيفة عندما تصدى لها أهل المخيم الذين رفضوا إخلاء منازلهم وشهد المخيم معارك عنيفة بين المقاومين من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتحة وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماز وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية إضافة لضباط وعناصر من الأمن الوطني بقيادة أبو جمع ومتطوعين من البلدات والقرى المجاورة وعدة مناطق وأمام ثبات المقاومة أرسلت قوات الاحتلال البلد زرات الضخمة إلى أزقة المخيم لتبدأ عملية هدم وتدمير للمباني التي دفن تحت أنقاضها عدد من المواطنين والجرحى بينما اعتقلت كافة الذكور من سن الخامسة عشر عاماً وما فوق انتهت معركة مخيم جيني بمجزرة إسرائيلية قتلت قوات الاحتلال خلالها ثلاثة وستين مواطناً بينهم ثلاثة وعشرون مقاتلاً منهم العديد من قادة المعركة والأجنحة العسكرية ونساء وأطفال وشبان ومسمنون وذو احتياجات خاصة وآخرون عثر عليهم تحت الأنقاض بعد انتهاء المجدرة التي أسفرت عن هدم 455 منزلاً بشكل كامل وتشريد زكانها إلى جينين والقرى المجاورة صفحة من داكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها بهذا نصل إلى ختم حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع هذه أعثر تحياتنا من فريق العمل السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة